سبيل للإعلام تقدم قصص الأنبياء بالعامية السودانية سيرة الحواريين الحلقة التالتة أهلاً يا خلتصفية أهلاً أهلاً وأهلاً أهلاً أهلاً وأحباكم أهلاً أهلاً في المرة الفاتت يا خلتصفية قلت لنا بعد الدعا وشف الكسيح بترس خطف في بن إسرائيل وانذرهم انذرهم إنه يتوبوا عن الشر وذكرهم بوعظ الله لأجدادهم اللي تمثل في بحث المسيح عليه السلام ليهم صح ده كلام صحيح وفي أثناء ما بتروس ويوحنة كانوا بيكلموا الناس في ساحة بيت الله دخلوا عليهم بعض الأحبار المسؤولين عن العبادة في بيت الله وكان معاهم قائد حرس بيت الله وجماعة من حزب الصدوقيين اللي هم حزب ديني ومحتنقيه ما كانوا بيؤمنوا بالبحث بعد الموت عشان كده كانوا مضايقين شديد من وعز وتعاليم بيترس ويوحنة اللي كانوا بيقول للناس إنه الأموات حيبعثوا ويقوموا من الموت في الآخرة زي ببعث زيد نعيسى عليه السلام أهصد القيين ما عجبوا بالكلام ده عشان كده قبضوا علي بيترس ويوحنة ودخلوهم السجن بالليل وحبسوهم فيه الغاية الثاني يوم الصباح عشان المسؤولين يستجوبوهم لكن مع كده في ناس كتار من السمع الرسالة دي آمنوا وبلغ عدد المؤمنين من الرجال حوالي خمسة آلاف بخلاف النسوان والأطفال وفي تاني يوم اجتمح في الغدس مجلس رؤساء وشيوخ وفقهاء بن إسرائيل كان في مقدمتهم حنة حنة ده كبير الأحبار وقيافة ويوحنة وإسكندر وغيرهم من الناس اللي بتربطهم صلة بعائلة حنة كبير الأحبار واللي هم كمان جزء من أعضاء المجلس رسلوا وجابوا الراجل الكام مشلول وكمان رسلوا وجابوا بطرس ويوحنة وسألوهم ده شنو اللي بتعمل فيه دي دجالين انتو أيوة بياتو حق وبيسمنو انتو بتوعزو الناس بكلامنا الثريب ده وبطرس نزل عليه السر الإلهي وألهم وقليهم يا رؤساء وشيوخ بن إسرائيل انتو اللي اللي بتسألون عن معروف عملناه فيزو المريض معروف أيوة أيوة عايزين تعرفوا كيف انو المريض ده شوفي طيب انتو وباقي بني إسرائيل كلكم عارفين انو الرجل اللي كان مريض الوقف قدامكم زي ما شايفينه ده الله شفاه شفاء تام بواسطة عيسى المسيح ابن قرية الناصرة اللي انتو اجرمت في حقه وكتلتوه أيوة صلبتوه لكن الله سبحانه وتعالى أكرموا وبعثوا حي بلا شفاء حي أيوة سيدنا عيسى ده ورد ذكره في الزبور بالإشارة دي الحجر الذي رفضتوه انتو يا البنائين الله جعله حجر الأساس حجر الأساس أيوة الله جعله حجر الأساس في بيته يا سوال يا سوال لا بشره ده لا بشره ده أيوة عشان كده خليكم عارفين انو ما في نجاة بدون سيدنا عيسى عليه السلام ده أيوة لأن الله خصاه من دون سواه بنجاة الناس اللي بيتبعوه وطبعا يا جماعة المجتمعين استجوا بيترس ويوحنى اللي ردوا بشجاعة وخجة قوية ومن خلال الاستجواب اتعجبوا جدا خاصة لما عرفوا انو الجماعة اللي اتنين ديل من عامة الشعب وما درسوا شريعة موسى بطريقة نظامية لكن لما عرفوا انهم من أدباع عيسى قالوا أيوة أكيد ده هو السبب وبالطبع ما عرفوا يردوا عليهم بشنو لأنهم كانوا شايفين الراجل الكسيح واقف جدامهم سليم ومعافى وبدون أي عاها عشان كده قرروا انهم يطلع بطرس ويوحنى ومعاهم الراجل الكسيح الشفى برا ويخلوهم لفترة الغاية ما يشوفوا وقاموا نادو الحارس يا حارس نعم يا حضرة تموصل المجلس سوق الجماعة ديل تطلعهم برا حاضر رابرك طيب هسا الجماعة ديل حنصرف معاهم كيف أيوة ده سؤال مهم خاص وإنه سكار الغدس كلهم هس عرفوا مسألة شفاء الراجل الكسيح ده وما في زول مننا حيقدر ينكره ده صحيح لكن على الأقل نحن لازم نهدد الجماعة ديل ونخوفهم عشان ما يذكروا اسم عيسى أبدا في حديثهم عشان نحن ما عايزين دعوة الضلالة الغريبة دي تنتشر أكتر بين الناس والسيطرة على الأمور تفلت مننا هوا بعد الاتفاق على الكلام ده المجتمعين قاموا جابوا بطرس ويوحنى تاني وحذروهم شديد بأنهم ما يجيبوا اسم عيسى قدام الناس ولا يذكروهم بيتعاليم أبدا وبطرس ويوحنى أخذوا فرصة للكلام وقالوا ليهم يا جماعة حكم عقوقكم تفتكروا الأصح إننا ننتيعكم إنتوا ولا ننتيع الله ولازم تعرفوا إنه نحن ما حنسكت ولا حنقدر حتى نحن حنتكلم بالإسمعناه وشوفناه أهوى المجتمعين ديل هددوا بطرس ويوحنى مرة تانية لكن في نفس الوقت كانوا محتارين يعقبوهم كيف في الآخر خلوهم وقرروا إنه ما يعقبوهم لأنهم خافوا من الناس الكثيرين اللي كانوا بيسبحوا لأله بعد ما شافوا معجزة شفاء الكثير وخاصة إنه الراجل اللي شفده كان مشلون من أكتر من أربعين سنة يعني من ما ولدوه سبحانه الله وبعد ذاك بطرس ويوحنى قاموا رجعوا لأصحابهم ووروهم كل الحصل وهم بعد كده دعوا مع بطرس ويوحنى ورفعوا أصواتهم بالتضرع والدعاء للرب وقالوا يا رب يا خالق السماوات والأرض والبحار وخالق كل المخلوقات إن تتكلمت بالسر لإله على لسان عبدك جدا داود عليه السلام يا رب وقلت حماغة البشر خلتهم يخلفوني يا رب ويرتكبوا الشر وملوكهم وحكامهم ويتفقوا مع بعض يا رب ويتحدوني ويتحدوا سلطة حكم المسيح مختارة ونبوة النبي داود اتحققت في الغدس فعلا لأن الحكام هيرودس وبيلاطس البنط يا رب والأجانب وبني إسرائيل كلهم اجتمعوا في المدينة يا رب وقفوا ضد المسيح عبدك ومختارك يا رب وعملوا كل العملوه لأنك غدرت وسترت من الأزل يا رب يا رب وذي الوقت كمان يا رب هم بحددون وانت عالم بتهديدني يا رب يا رب يا ربنا سبتنا يا رب وامنحنا القوة والشجاع يا رب لتبليغ رسالتك يا رب وامنحنا معجزات شفاء المرضى يا رب والمعجزات والآيات المختلفة يا رب باسم عبدك ومختارك عيسى عليه السلام يا رب آمين آمين وبعد تضرعهم ودعاهم لله المكان اللي كانوا مجتمعين فيه يتهزى ونزل عليهم السر الإلهي وقواهم وبيقوا يعلنوا كلام الله ويبلغوا رسالته بحماس وبدون أي خوف والبركة عمت كل المؤمنين وبيقت الحالة واحدة بيناتهم وبيقوا متحدين وكاننا عن أي واحد منهم ملك البتانين برضو والمبعوثين الاثناشر استمروا في تقديم شهاداتهم بحماس عن بحث سيدنا عيسى عليه السلام من الموت وقال الله أدى كل المؤمنين من فضله وبركته وما كان فيهم أي واحد محتاج لأنه كان عندهم بيوت أو أراضي كانوا بيبيعوها ويجيبوا مالا للمبعوثين ديه والمبعوثين بيدورهم كانوا بيوزعوا المال دعا للفقراء والمحتاجين حسب حوجة كل واحد لدرجة إنه يوسف القبرسي وهو من قبيلة لاوي كان عنده مزرعة باعة وأدى مالا للمبعوثين ويوسف ده كان المبعوثين بيسموه برنابة ومعناها المشجع اللي بيقوي عزيمة الناس وعلى النغير من القصة دي يا جماعة كان في راجل تاني من نفس المجموعة اسمه حناني وحناني ده وزوجته اسمه سفيرة كان عندهم قطعة أرض مشتركة حناني وزوجته باعوا قطعة الأرض بتاعتهم دي وأدوا جزء من المبلغ المبعوثين على أساس إنه ده هو كل المال اللي جمعين قطعة الأرض لكن دي ما كانت الحقيقة لأنهم في الحقيقة خصصوا جزء من المبلغ لنفسهم وعشان كده بطرس قال لحناني يا حناني ليه أنت سمحت للشيطان بأنه يوسليك ويغشك وكذبته وانكشفته بالسير الإلهي وشيلته جزء من تمان الأرض لنفسك حقك كان حقك قبل مدبيعه وحتى بعد ما بعته تمانه برده بيقى حقك بس ما كنت واضح طيب ليه ظهرت للناس بأنك تصدقته بكل قيمة قطعة الأرض كاملة ودي ما كانت الحقيقة أنت دلوقتي ما غشيت الناس بس أنت حاولت تغش الله في المقام الأول أها حنانية لما سمح كلام بطرس ده طوالي وقع ماد وبعد ما حنانية ماد جو بعض الشبان وكفنوه ودفنوه وبعد ثلاث ساعات جات زوجته سفيرة وما كانت عارفة لحصل ليه وبطرس قال ليها يا سفيرة أيوة زوجك قال إنكم بعتوا الأرض بتاعتكم فعلا وداني المبلغ ده أي وقال لي دهو كل تمان الأرض أيوة وريني هل فعلا ده هو كل المبلغ أي ده هو المبلغ يهو كل المبلغ ده سعر الوضع يا سفيرة لا ده مش هو كل تمان الأرض ليه أنت وزوجك كذبتوا وما قلتوا الحقيقة أنتوا انكشفتوا بالسر الإلهي وطلعتوا مخادعين وجاهدين في مال الله هل إحنا جاهدين في مال الله؟ أهد الوقت حتشوف النتيجة ها؟ الناس اللي عند الباب ديال يا دوب راجعين بعد ما دفنوا زوجك سجمي وإنتي كمان حتلحقينه بعد جوية والسفيرة لما سمعت الكلام ده وعرفت مصير زوجها وقعت برضو مادة ونفس الشبانة دفنوا زوجها لقوا سفيرة برضا ميتة وشالوها هي كمان ودفنوها في قبر جنب قبر زوجها وكل اللي سمعوا بي خبر موت حناني وزوجته بالطريقة الرهيبة المفاجئة دي بما فيهم كل جماعات المؤمنين خافوا جدا خلاص يا جماعة أنا حقيف لغاية هنا الليلة ودم مليكم في المرة الجاهلة إن شاء الله ما عليش ما قادره والله الله يحليكم الله يبارك فيهم الله يبارك في المشاهدة